لم يسلم هنا البشر ولا الحجر حتى التاريخ يوشك أن يمحى من هنا مرت من هنا الآلة العسكرية الحكومية وطائرات التحالف الدولي وتنظيم الدولة لكل الأطراف الثلاثة مآربة وغايات وحدهم الموصليون تاهوا بين النيران المتقاطعة ووقعوا ضحية حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل وهذه الموصل القديمة قلب النكبة ومركزها بلسان النقمة على زيف لعود الحكومي هي تحدث سكان الموصل القديمة حيث لا ماء ولا كهرباء ولا حتى هواء نقي تنتشر جثث في الأزقة وبين الطرقات بانتظار أن تنتشل وتتكوم ملايين الأطنان من الأنقاض مع غياب أي ملامح لرفعها غياب الدعم الحكومي وانعدام الخدمات الجملة الأبرز التي يرددها سكان الموصل بعد عام ونصف من انتهاء العمليات العسكرية حينها تساقطت الوعود تباعا بالإعمار وانتشال المدينة من واقعها المؤلم توالت الأيام ولم يبقى من الوعود حتى حبرها بالنسبة للخدمات ماكو خدمات إذا شوف السوراك كلها مزبلة كلها نفايات وعدونا على سجر الحشيلو وانشلوا النقاض وكل شيء ماكو أي دعم حكومي ماكو دعم ضائل جدا من المنظمات الخيرية إذن هذه الموصل وهذا حال سكانها سفر من المأساة لا تبدو نهايته قريبة لكن عزاء من عرف الموصل أنها كشقيقاتها من محافظات العراق تمرض ولا تموت